موسيقى طيب هنا بيستدعيني سؤال حول يعني لو احنا اسمنا واشنا لا اسمنا يعني حاشا لله يعني هناك علامات كبرى وعلامات صغرى يعني مما ذكرناه يعني هل هناك علامات تمت بالفعل وكان مركزها العراق وهناك علامات منتظرة مركزها عيد العراق كما ذكرت في قول مسيخة بزايا لا لا انا ما قلت لحدك انا مستعد اعدي لك كتير جدا يعني لما خرج الحرورية من ارض العراق لما خرج الشيعة من ارض العراق لما خرج الخوارج من ارض العراق الجميع من ارض العراق القضرية من ارض العراق الكل الطائف اللي ذكرتها ليك وغيرها خرج المعتزر من ارض العراق وغيرها القضرية من ارض العراق كل هؤلاء ولسه مخرجش من قرض العراق زي بنت لحضرتك يأجوج ومأجوج هيخرج من قرض العراق المسيح الدجال هيخرج من قرض العراق الى اخر هذه الامور دي علامات تكاد تكون علامات كبرى ومؤكدة دي كبرى دول هيظهروا من العراق ولسه فيه على مطلوسة هذا العرب لان شاء الله رابعين برضه في ارض العراق ومن ضمنها مثلا ان العراق هيحدث بها الزنا والمعاصي والاثان بسبب الطوائف الفزدة وتبقى بها عبادة غير الله لبعض الطوائف الى اخر هذه الامور ولم يكن فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على اثر ذلك يأتي الاعاجم من كل فج وصوب وطبعا اعاجم اللفظة جامعة مفردها اعجمي الاعجمي مش ابكم الاعجمي يتكلم لكن لا يتكلم باللغة العربية هيقوا في اخر الزمان اللي احنا بنسميها ما قبل العلامات الكبرى اللي انت عيشها الوقت هيحصلوا زم الامام النوى قال يستولون على بيضاتهم يعني خيراتهم مقابل قوتهم اللي هو النفط المقابل ايه الغذاء وانا يجيب لك في الحلقة الجاية سبحان الله في شرحها اتنين وعشرين امام شرحين بالله انا بقولك عليه ديه وعالم المهم هيستولوا على دي مقابل دي وعلى فكرة يقوم يجيش اهل العراق طبقا ليه الشرح بقى ثلاث اجياش عندك شيعة عندك سنة عندك اكراد وعدتوا من حيث بدأتهم وعدتوا من حيث بدأتهم وعدتوا من حيث بدأتهم ايه نعم يعني النبي بيقول هيرجعوا تاني للطائفية والجهالة وتناثر الدماء وتساقط الأشلاء الى ما شاء الله والقبلية التي قال في رسوله اعوها فاينها دين السجية بس حصلت حصلت اقصد حصلت ولا زالت صحيح الشام ومنعت الشام ودرهما ودين اراه اهي حصل العيه ما يحصلوه يعني قاعدتوا للوقت كيري بيقول هذا الكلام وفيه صلح لا كيري انعجلا او اجلا هيجيب الرجالة وهيحصلوا من الغوطة ودمشق وما حولها اللي هي الشام خلت تلحظتك زي ونفس المسلسل اللي حصل في العراق هيحصل في ارض ايه الشام من قولي ده بالمعصوم الذي لا ينتقوا عن الهواء ولذلك يقسم برضو اهل ايه سوريا هتجد منهم الدرزي هتجد منهم الشيع النصيري وهتجد منهم السني وبعدين وعدتوا من حيث براءتهم ترجع المشاكل تاني بين الطائفيين والفتن وتناثوا الاشياء الى اخر هذه الامور مصر هي الدرجة الثالثة من حديث ابي هريرة طبعا في الصحيح المسلم في كتاب الفتن ومنعت مصر يعني اهل مصر مع الوش وحبوا بعض وعافوا عن بعض وتنزلوا البعض والصفحوا الى اخر هذه الامور وكانوا على قدر المسؤولين ويتعلموا من الدرز دي في الحالة دي حديث ابي هريرة ومنعت مصر قلما يا رسول الله قال يحاصرهم العجم وعدتم من حيث بدأتم ولذلك انا بقول للمصريين نتعلم من الدرسين وبمعنى ناخذ بالاسباب بتاع العلاج يا اخي والكاظمين الغيظة والعافين عن ناس الله يحب المحسنين يا اخي ما احترامي تنازلات شوي يا اخي نتصالح باذن الله لكن بضابط ايضا عدم طبعا ترك الظالم الى اخر هذه الامور لكن في النهاية البلد علمنا وما فيها من دين وما فيها من دنيا مقدمة على رأس الجميع معايا وذلك اذا احنا عملنا كده ودعينا ربنا هيرفع عننا لا يرد القدر الا ايه الا الدعاء صحيح عند الامام المحمد وعند الحاكم ولذلك قم يونس لما سيدنا يونس كيت وحصل 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 الى اخر وصده مراح الى اخر هذه الامور ضقوا وبكوا وفرقوا بين الام وابنتها وبين الرجل وولدي الى اخر هذه الامور فتابوا فتاب الله عليهم فكشف عنه العذاب فاحنا المتعل للناش بنروح